كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيهنق لاعب السلة وجهازهم الفني والإداري والطبي ببطولة دوري السوبر حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئة لاعب الفريق الأول لكرة السلة وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة دوري السوبر بعد أسابيع قليلة من حصول الفريق على بطولة الكأس وعبر عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وجهازهم الفني على مدار الموسم وتقديم مستويات فنية وبدنية متميزة ساعدت الفريق على الجمع بين بطولتي الدوري والكأس أشاد الكابتن محمود الخطيب بالروح العالية لكل عناصر الفريق وتكاتف منظومة العمل والحرص الشديد على استمرار مسيرة الانتصارات وإسعاد جماهير النادي الأهلي وقال إن هذا الفوز يضاعف من مسؤوليات الفريق وجهازه خلال الفترة القادمة والتي تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لحظ المزيد من البطولات المحلية والقارية ألف ألف مبروك لرجال كرة السلة مرة أخرى زي ما حضراتكم شايفين حاجة رائعة جدا جدا كابتن محمود ورئيس الاتحاد والحج محمد نسلحي وكابتن سيف سمير ومجموعة العمل وأعضاء اتحاد كرة السلة متواجدين وألف ألف مبروك لهم وألف ألف مبروك لهذا النجاح الكبير والباهر لاتحاد السلة وألف ألف مبروك للنادي الأهلي ولمجلس إدارة النادي الأهلي على هذا الأداء الرائع